عودة الاستقرار والرياح الشرقية التي تزيد من الشعور بالبرودة خلال عطلة نهاية الأسبوع التفاصيل بعد قليل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطام الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اتبعينا في الأردن أسعد الله وقاتكم بكل خير نهار اليوم استمر تأثر المملكة بالتيارات الغربية الرطبة واندفعت كميات من الغيوم المنخفضة الحوى الشمال ووسط المملكة وعملت على هطول بعض زخات المتفرقة من الأمطار خاصة في شمال المملكة صور الأقمى الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح يمتوضح هذه الغيوم المندفعة من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو عموم منطقة بلاد الشام كما ذكرنا هي عبارة عن تيارات غربية رطبة تعمل على الدفاع لهذه الكتل أو تعمل على الدفاع لهذه الغيوم المنخفضة نحو الشمال ووسط المملكة وعملت هذه الغيوم على هطول بعض زخات من الأمطار لكن يتوقع أن تتغير الأنطبة الجوية خلال يومين القادمين على أن تعود وتتحول الرياح هذه المرة لتهب مجددا شرقية مع امتداد للمرتفع الجوي من العراق نحو عموم منطقة بلاد الشام والجزيرة العربية هذه الرياح الشرقية استعمل على زيادة لإحساس بالبرودة بالتزامن مع الأجواء المستقرة بشكل عام هذه الرياح نستعرضها بهذه الخراطة لتوزيع الرياح السطحية خلال أيام القليلة القادمة هذه الرياح الشرقية استبدأ بالهبوب باعتبارا من يوم الخميس هذه الرياح ستكون جافة لكن تزيد من الشعور بالبرودة بالرغم من الأجواء المستقرة وغياب فرص الأمطار بشكل عام تستمر هذه الرياح خلال الليل الخميس على الجمعة وأيضا خلال ساعات نهار يوم الجمعة تكون هذه الرياح معتدلة السرعة مع بعض الهبات النشطة خاصة خلال ساعات النهار التوقعات الجوية للعاصمة عمام خلال هذه الليلة تسود أجواء غالبا غائمة بغيوم منخفضة 6 درجات مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة 5 درجات الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تقف العاصمة عمام وتوقعات الجوية لثلاثة أيام القادمة يوم الأربعاء 12 درجة مئوية كحرارة أما الصغرى 7 درجات مئوية مع انتشار لبعض الهيوم المنخفضة يوم الخميس ترتفع درجات الحرارة كحرارة مقاسة لكن تنخفض كحرارة محسوسة بسبب بدء الهبوب هذه الرياح الشرقية 16 درجة مئوية كحرارة مقاسة يوم الخميس أما الصغرى 8 درجات مئوية تستمر الرياح الشرقية بالهبوب يوم الجمعة مع 15 درجة مئوية كحرارة مقاسة أما المحسوسة تكون أقل من ذلك بكثير أما الحرارة الدنيا تسجل 7 درجات مئوية بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية اليوم الأربعاء نبدو أكل عدم لمنطقة الشمالية حيث إربط تسجل 15 إلى 11 درجة مئوية عجلهم فرصة زخات من أمطار 14 إلى 10 جراش 15 إلى 10 والمفرق 15 إلى 7 درجات مئوية المنطقة الوسطى أجواء غاية مجزئية الزرقاء 15 إلى 9 البلقاء 13 إلى 9 عام 12 إلى 7 بأدبة 14 إلى 7 والبحر 120 إلى 16 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكارك 14 إلى 7 الطفيل 11 إلى 7 الشوبك 10 إلى 5 معان 12 إلى 6 والعقبة 20 إلى 14 مع أجواء مشمسة بشكل عام أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 17 إلى 8 الصفاوي 16 إلى 7 أجواء غاية مجزئية مع 14 إلى 8 درجات مئوية إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر كريم هايبر ماركت شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر